بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بيكم في فيديو جديد من قناة ازاي تربي كلبك وفيديو جديد من فيديوهات الرد على الاسئلة عشان نلحق الكومنتات اللي بتجيلنا معلش احنا عنزوط شوية حلقات الرد على الاسئلة عشان نلحق الكومنتس الكتير اللي بتجيلنا وعشان التوصيل المعلومة وجهاً لوجها او من خلال الفيديو افضل من الكتابة آآ بكتير وبرضو الكل يا السفيد عشان لو حد قابل الموقف ده بعد كده بازن الله. اول سؤال هو اللبن اللي تقصده اللي هو الحليب اكتشفت من فترة مش دلوقتي كمان. ان في فرق آآ بين اللبن والحليب. بعض الدول بتطلق على اللبن الحليب. اللبن اللي انا قصده جماع اللي هو الحليب. اللي هو السائل الابيض. السائل الابيض. الخام اللي بينزل من البقرة او الجاموسة. تمام? مش الزبادي. لان فيه بعض الدول بتفهموا ان هو الزبادي. مستقاط الالبان اللي الكلب هياخد منها الكالسيوم اللي هو الزبادي اللي زي الدانون ومش عايز اقول ماركات والكلام ده اللي هو زي الزبادي البلدي اللي عندنا في مصر. اللي هو مستقاط الالبان والجبنة. تمام? هاكد تاني. اللبن هو الحليب بمفهوم بعض الدول. السائل الابيض. بنعرف سن الكلب ازاي? الموضوع عايز حد عنده خبرة شوية. لان هو بيجي بالوايم مش بالزبط. بيتعرف من اسنانه. آآ بدأت تستاهلك ولا لقى فيها حاجة مكسرة ولا لقى اللون ابيض. ولا بدأ يكون طبقات جيرية عليها وبيتعرف من وشه ومش من جسمه من وشه. بس الموضوع محتاج خبرة شوية. احنا هنعرف منين ان الجره اول ما يتولد الفا ولا بيتا. بيبن بعد حوالي عشرين خمسة وعشرين تلاتين يوم من الجراء لما تبدأ تتحرك وتلعب مع بعضها. حضرتك هتخش على الجروي زي ما شرحنا في فيديو ازاي تنقي الجروة بتاع حضرتك. هتدخل على الجراوي. هتلاقي واحد او اتنين دول ما خفوش. وبدأوا يجوا على حضرتك. دول اللي عندهم جرفة. دي اول علامة للالفا. التاني علامة حضرتك هتراقي بالجراء من بعيد بدون ان يشعروا. عشان تشوفهم وهم بيلعبوا. هتلاقي فيه اتنين بيلعبوا مع بعض. هما لعبوهم عبارة عن خناء لان الحيوانات بتتضرب من خلال اللعبة. حتى الاسد والفهد والنمر والكلام ده. هتلاقي لعبوهم عبارة عن تدريب على الصيد. تمام? فلعبوهم عبارة عن ضرب. هتلاقي واحد تغلب على اخوه. اللي فوق ده هو الالفا واللي تحت هو البيتا. الحاجة التالتة هتلاقي الالفا اثناء اللعبة مع اخوه بيزوم عليه. هي دي علامات الكلب الالفا. وهتلاقي بيزوم على اخواته اثناء الاكل زي الاستاذ ماكس ده. قلنا قبل كده ما كانش اخواته بيرضعه ولا بياكله غير لما هو يخلص اكل لانه كان بيدربهم. خد بالك ان رجول الفراخ بتعمل امساك لما ادينا رجل الفرخة الجوليا. رجول الفراخ مش مغزية. وبالفعل بتعمل امساك. الكلب اللي عنده اسهال بنيدي له رجل فرخة عشان تمسك معاه كمان. ما ما سكتش بنيدي له رجل فرخة تانية. دي احد العلاج الطبيعي. آآ من غير ادوية للاسهال. تمام? لكن هي بأكد مش مغزية وكوطرها ضر جدا على الكلب على فكرة. انا بديها مسلا كل خمس ست ايام كل كلبه اربع خمس رجول مش اكتر من كده. كلب بيطبول بيعض وعنده طاقة زيادة. وكل ما يقرب مني يشدق يشب علي ولما يعقل جنبي بيتبول على رجلي. فرض الشخصية وامر الناي. فرض الشخصية وامر الناي. فرض الشخصية وامر الناي. يا جماعة ما بيجيبش حاجة مع الكلب غير فرض الشخصية. سيبك بعمل اللي يقول لك ادلع الكلاب. انا كلابي بادلعهم وكل حاجة. بس اليوم بيمشي اه مش باوامر وتعليمات. لا لما حب يعني جوليا مسلا تحت. انا عايزة اتقاط في مكان معين. اه اطلعي يا جوليا مكانك. ما سمعتش. اطلعي يا جوليا مكانك. ما سمعتش الكلام. انا قلت اطلعي فوق. تقوم طلع مكانها. فرض الشخصية. بيعمل على حجرة حضرتك ده. اه سوري حضرتك مش فرض شخصيتك عليه. كده الكلب بيثبت لك ان هو اللي فرض شخصيته. تمام? ما قصدش يشده عالكلاب شوية يا جماعة يعني عاملوها بطريقة وحشة. لا بس. قلت قبل كده ان اعمل الكلب بمفهوم الكلاب. هو في القطيع متعود على كده. ربنا خلقه كده بيمشي على تعليمات يا جماعة. هو ربنا خلقه والله بيمشي على تعليمات. والله ما بينفع غير فرض الشخصية على الكلب. الدلعة ده مش تولي ليوم يا جماعة. لو سيبنا الكلب براحته هيبهدلنا. مش معنى كده ان انا بقول حاجة وحشة عن الكلاب. لا انا بحب الكلاب جدا. وكلابي بحبها موت. بس الكلب ما بيمشيش غير كده. ربنا خلقه كده. اه جيرمن ثلاث شهور اعرف الودان هتوفق امتى الودان? بتبدأ تنتصب من عمر شهرين ونص? معانا فرصة لحد اربعة شهور. لو الغضروف اللي تحت ما انتصبش بنبدأ نعمل دعامة وندي حباية نيرتن وحباية جينيفيل كل يوم وندي حقن الديبوفيت كل التلاتة يام اجمالي اربعة حقن. كورس الحقن بتاع الديبوفيت او التراي بي او حقن الاعصاب. آآ بيبقى عبارة عن اربعة حقن. نرايح اسبوع ونكرر تاني كورس لحد ما الاوزن تقف والدعامة لازم تتعامل بطريقة سليمة. ونهتم بجبنة القريش والبيت زي ما بقول دايما ان شاء الله. ازاي خلي الكلب يحب المية عشان يستحمل. الموضوع بيتم بالمسايسة يا جماعة. واحدة واحدة. ما نضربش الجيت المية بقى فيه فجأة. ماكس بالراحة يا حبيبي. ما نضربش الجيت المية فيه فجأة. لا بيجي بالمسايسة واحدة واحدة. زي الطفل الصغير كده اول ما بنبدأ ان حميب يعاضي عايط ويسرخ والكلام ده. بيجي واحدة واحدة. انقرب منه المية بالراحة. آآ ان حميب الراحة. لكن مش فاجأة كده لحد ما يتعود يعني الموضوع بيجي بالتدريب. هو والتسريح لان فيه سؤال برضو من دمن الاسئلة بتاعت النهاردة لما يجي بيصرح لكلبي بيزوم علي. الاستحمام والتسريحة جماعة للجروة منه هو صغير. تمام? انا قلت الكلبي ما يستحماش غير لما يكمل تلات شهور ويكون متطعم. الجروة منه هو صغير نعوده على اي حاجة احنا عايزينها. تمام? آآ عشان لما يجبر حضرتك هيبقى صعب. لما يجبر حتيجي تصرح له هيزوم عليك. بالله آآ حابقى اقول لكم بالله فين ان شاء الله. آآ بالله كان اللي يجي يمسك الجزء الاخير بتاع ظهرها بتزوم عليه. انا قعدت اسبوع او عشر تيام كاملين ما وريد شغل انا غير ان انا قلمس الجزء اللي ورا بتاعها دا. من اول الفخات من ورا والديل بالذات ما تحبش حد يجي عندي دلها. بس بالراحة عشان ما تعضنيش. واحدة واحدة وتشوف رد فعل الكلب ايه? تيجي ترفع راسها وهي نايمة وانا ما سجدلها او مواطي راسها وعم شاخط فيها جامد. فعايز تعود كلبك على اي حاجة بالمسايسة واحدة واحدة. الكلب لما باجي اشاوله عشان امر بيقونة تهبش صباعي. بصوا جماعة. انا لما بدي امر للكلب من اصول اعطاء الاردر او الامر للكلب ان ظهرك يبقى مفروض. ما توطيش للكلب عشان الكلب عيفامها ان حضرتك بتنزل لمستوى. لا ظهري مفروض. فالكلب عارف ان الراجل ده شخصيته قوية. والله انا بقول لكم حاجات صغيرة الكلب بيفهمها بطريقة تانية خالص. ظهرك يبقى مفروض. تشاول للكلب كده. ست. ماكس. كم? حور لكم نموذج. ماكس. كم? ست. بشاول للكلب كده. صباعي بيدي عنه خالص. تمام? نكررها تاني. لو قربت صباعي منه. كم? ست. لا ما بعملوش كده. لا انا بقول له ست. وداون بعملها له كده. وانا ظهري مفروض. اتفقنا? هو الجروة عمر الشهرين ياكل نايك? الجروة ياكل نايك. ويستحمة. وينزل الشارع لما يكمل ثلاث شهور ويكون متطعم. اه انا بأكله كل حاجة عضل الخضار. الخضار مهم جدا. الفيتامينات والاملاح المعدنية موجودة في الخضار. نفس اه ميت البروتين يا جماعة. لازم الخضار. كلبتي جالها بارفو وماتت. اعقم المكان ازاي? الكلور ولا ديتول ولا المنظفات. نستخدم ديتول نستخدم مننظفات بس الكلور رئيسي جدا في تطهير الكلب اللي جاله بارفو هو والشمس. عشان المكان يتطهر من كلب كان عنده بارفو طالما نجيب كلب جديد. الكلور والشمس. تمام? المكان يتنظف بالكلور كويس جدا وزود تركيزه. بس حضرتك لما هتزود تركيزه. البس حاجة في ايدك عشان هيهري جلدك بعد الشر عليك يعني. وبرضو الاراض المكان اللي انتهره اه من مطرح الاراض بالديزانون. الكلور بيقضي على الاراض برضو على فكرة يا جماعة. بس نعلي التركيز شوية. وطبعا اه واحنا بنستخدم الكلور نكون لابسين كمامة على 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 وجهنا. لان الكلور هيسبب لك ضيق تنفس. لان ابخرة الكلور مش حلوة خالص يعني. حتى اخف انواع الكلور اللي هو الهايبوكلورايد اللي هو الهايبوكلور اللي بيقولوا عليه هيبوكلور اللي بيتطهر به ضد الفيروس بتاع الفترة دي. ده اقلهم تركيزا واخفهم بس ريحته برضو مؤزية. فالكلور نخلي بالنا من ريحته وملمسيته للجلد. انا بحط هيكل وبسلقها كويس وقدمها للكلب وبكسرها كويس عشان تبقى سهلة على الكلب. اي عضم هنأكل هيكل نأكلها ناية. لان العضم الناي اسهل على معدة الكلب وهضمه من العضم المستوي. العضم المستوي طالما تحط على النار بيبقى عامل زي الشوك. يأزي معدة الكلب. واثناء الاخراج بيعمل مشاكل. بلاش عضم يتحط على النار. اهو السؤال لما بصرح للكلب بيزوم عليها. من هو صغيرة جمعان او اتكلابنا من هو صغيرة. ان احنا نمسك اي مكان فيها. لقيت الكلب بيزوم عليك. لا هو الكلب بيبقى نايم كده. نجيب رقابته كده على جنب نسبتها مثلا بادينا الشمال. ونبدأ نتعامل بادينا التانية. واحدة واحدة الكلب بالتزيج عيبدأ ايه ده جوليا كانت جاية كده والله. واحدة واحدة انا كنت بمسكها كده وحط رجبتي عليها. مش رجبتي عليها بقى حفطسها. لا للتزبيت. يعني رجبتي يا دوب لمسة جسمها بحيس لو قامت تلاقي حاجة سد ويد عند راسها وخلاص انتهى الموضوع لك بدأت بقى بعد كده تتأقلم خلاص بمسك اي مكان في جسمها ايا كان هو ايه. لان والله العظيم الكلب لو كبر. مش هتعرف تمسك الجسم ولا هتعرف تصرح له ولا حيسمح لك انك انك انت تحميه. كده حلقتنا ان شاء الله بازن الله تكون خلصت. اه رقم الواطس بتاعنا صفر عشرة اتنين اربعة ستة اربعة ستة تمانية اتنين اتنين. اه بنستقبل رسائل الواطس من تمانية مساء لعشرة مساء. واشوفكم على خير في فيديو جديد من قناة ازاية ربي كلبك. والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة